اشتركوا في القناة جديد ووصفة جديدة. سوف نقدم لكم زوج انواع الخبز بعجين واحد. سوف نستطيع دو سورة دو بان افارت دون سول بات. سوف نجد الخبز دينا. سوف نحتاج كيلو جرام من العجين من الدقيق الابيض عفوا او لا الفارينة. عندي خمس وعشرين جرام من خاميرات الخبز. عندي ملعقة كبيرة من سوف نعمل الملح وشمية سميز ملعقة من الم buy. كما سوفكcera في الممت. سوف نحن نعمل ملح وصفة ملح. سوف نحن نعمل سوف نعمل البحر رنز دون سورة دون سورة دون سورة دون سورة دون سورة. أنفها سوف نحن تتعلق أني كبيرة من خاميرات الخبز. رنز 1 كم لحليل لان افارت دون سورة 5 g de levure fraîche et 600 ml d'eau à peu près. Ça reste à voir en fonction du type de farine. Il y a certaines farines qui absorbent bien l'eau et d'autres pas. Vous regardez en fonction de la farine que vous avez. On va mettre en place en place pour faire 5 secondes. Ou alors vous pouvez ajouter la farine dans les yeux. Comme vous l'avez dit, il y aura de la farine qui est-elle à la farine ou non. On va avoir un petit un peu qui est un peu un peu un peu d'un peu وأنا يتحق على هذا مستعد هذه هي المفكرة فهو الأمر يجب أن تكون الأمر من الأمور وليس فيه ثم سأضع سأضعت بعض الوقت سأضع 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 في منطقة منطقة إذن هيا غادي نحطه في واحد تاسا أو واحد البانيون اللي كي تسد بالقفالة تكون أحسن وكن نخليه يرتاح تقريبا واحد لعشرين تل ثلاثين دقيقة إسي جي لسي ما بات ربوزيه pendant 20 à 30 منتجه دونك لأ دوبة دولي ولم ويجي فين لترافعيه إذن هيا من بعد ما خمرت العجينة ديالي يعني الضعف في الحجم ديالها غادي نجي هنا باش نبقى نوجد هدوك الخبزات ديالي كنقسم العجين على اثنين واحد مصص كنخليه كامل باش غادي ندير به الخبزة ديالي ديالك الكبيرة ومص لأخر كنقسمه على خمسة باش ندير به الخبزات صغار تنقسمه على خمسة دوائر متساوية لكي أتوني واحد ميتين غرام تقريبا دوائر تنقسمه على خمسة معي في القناة فأنا أقدم لكم واحدة دعوة أنكم تتابنوا في الشايين و تفعلوا جرس لكي يصلكم كل جديد voilà جو فرم دي بول كم سي و جو فرم لسي ربوز كل كمينوت إذن هنا سأقوم باستخدام واحدة دوائر و سأخذهم يرتاحوا بعض الدقائق ومن بعد سأرجع لهم في الأثناء أنا كونت واحدة دائرة كبيرة بعدك النصف الثاني من العجين و سأخذها ترتاح على جنب كيف ما كنتشوفوا في الفيديو حسناً سأخذ معناً ه في سأخذ أخذ أخذ شخص محمة كيف أخذ دي بوزن تطرق على بنفس الطعام لاحظة كل من المثال تريباً سأخذ بعدك سأخذ كل موسيقى والمعسل لتصبحين على 5 و 10 عكس الآن أسألتهم ونضعهم على مزالهم ونضعهم على مزال المزال مستثقل الى المنزل للحفة إلى 250 دقص و أضطرح لضعه في العبادة في المنزل لكي حافظين و سوف أعطى أن أعطى أن أضطرحي في هذا المنزل لكي يمكن أن تكون مقذلة للعبادة هذا سوف يجب عليك أن يكون لديك أيها المنزل ويكون يجب أن يكون مزعجر وستقيل إليك ، أولا أخريتك فيها ألعب في حسن مزعجرة على سبيل أو شعر هذا الشيء يجب أن يجب أن يكون في حالة الغابة هنا استعملت موس او تستطيع استعماله زيزوار او شيء بحلاركاية فهذا انا سخمت الفران مزيد لأن الفران يكون سخون وقدرت فيه واحدة اللاطة او واحدة الاناء فارغ وخليتي يسخن مزيد ومن بعد سنكب فيه الماء باش يدير لي البخار في الفران ويجد يديري ويجد يديري او هذا الفران ويجد يدير محمد هنا يديكيون دهنوب النام ويجد يدير محمد ويجد يدير محمد هنا يجب تغرير في ذلك يديري ليسوا منصف على الماء في ذلك على مكتب فيه و أعطاب إلى مئة لديهم المعرفة و أبدا من قبل مثل أغاية و وأردت ترك أزايا في حالة نوضع أصدقائي و أحضر أصدقائي أجل أعطبت أجل أعطبت و أجل أعطبت و أبدا 10 مقتين et après je la récupère et puis je la façon aussi donc les 10 minutes sont passées المهم هدي النصف الآخر من العجين كونت به دائرة كبيرة وخليت رتاح كذلك 11 دقائق بينما كنت نصوب هذك الخبز داخر ومن بعد جيت و و سنجي نبدأ نخدم هاد الخبز هادي بطريقة مغايرة خذكم تعرفوا بالطريقة اللي كتخدموا بها الخبز العجين تكون هي نفس العجين ولكن طريقة باش كتخدموا الخبز را كتبدا المعضاق دي الخبز ديالكم بشكل كبير إذن هنأيه غدين جيو غدين جرساب هلا كيشوية 산 هلا getan هنأني هل ها ه los هنطلع ها hug ها ها هزه ها هاته ه ها ها هم mano لغو دفوت ربا دونك لا جو لا بلاس سور لبلة كيبالي وفور إذن هنا حطيتها في الطاوة اللي غدي تدخل الفران وكان جيب الزبدة مدوبة وكان دهنها من الفوق بهذا الشكل هذا يعني دهنها بشكل كبير ماشي مشكل إذن من اللي كان دهن هاو قد دخل فهز بدمزيان كن بدان زورقا طريق اللي غدية شفو من بأد je fais fondre du beurre et je vais venir bien voilà je bats déjeune bien mon pain avec du beurre et après avec mes doigts je commence à faire un traçage en fait des trous كما تردت أسوالي كما هذا يبطي تجربة وشكل على أحد دائرة كلها نبدأ ثانيとضيف خطوط أكون لدينا كما هو واضح في الفيديو ومن بعد كندير عاو تاني خطوط في الاتجاه المعاكس حتى يتكون عندي واحدة شكل المهمة تماما معي في الفيديو وغاليتشوفوا كل شي بصورة واضحة قدامكم وبالتالي سأقوم بذل صورة وشكل المهمة تماما مع كل شي بصورة وبالتالي سأقوم بصورة وإنما أن تكون قديم بصورة وظائفتة كل شيء يجب أن أضعوا على أكثر من طويلة لدينا، وفي أي مرة تريد أن نضيف هذه الخطوط، سأغتسل بها في الزبدة داروري و هنايا كن حسابها القايا و كن دير في التجاه المعاكس تماما باش كي تكون عندي واحد شكل بحالها القايا واحد لزنج et voilà donc je recommence la même chose de l'autre côté pour créer des petits losanges au milieu c'est vraiment très facile puis à la fin vraiment c'est joli et le beurre ça permet à votre pain d'être bien doré et puis assez moelleux هذه الزبدة كتعطي لون ذهبي للخبز و تيكون رطب بزاف هاد الخبز كيديروه الاتراك في رمضان كيجين زويون مع الطاجين او لا يعني تقدروا تقدموه في الفطور تقدموه في اي وجبة يعني كيجي زويون هنا هي كنجيب شوية ديالزنجلان الكحل و شوية ديالزنجلان البيض و انتوما اللي تزين يعني تيبقى لكم الاختيار تستخدمو اي بدرة عندكم او لا ممكن قاعمة ديروش البودور هاد هاد كيجي قرتياري donc là je vais venir pour décorer mes petits carreaux donc moi j'ai choisi d'utiliser du sésame noir et sésame blanc donc vous n'êtes pas obligé de faire comme moi donc vous pouvez utiliser ce que vous souhaitez comme graines et ce que vous avez bien sûr vous pouvez même vous estompassي et de ne rien mettrait juste du beurre c'est管 aussi voilà je vais vous continueU мüكو سيجي EVER esquمره ja Fair كيجي palette accountant Ozonge والسقاذ بر companies والسطور فرانا بتابعت الحالة السخون من قبل لأنني مطلع فيه يد الخبز على خور وغادي نضيف عليه هاد الخبز كذلك اللي غادي تتأخد مني واحدة شرين تقيقات يالتياب voilà quand j'aurai fini toute ما ديكو je vais enfourner pendant une vingtaine de minutes dans un four bien chaud plus que j'ai déjà l'autre pain qui est en train de cuire dans mon four ce pain franchement il a un goût particulier et il est vraiment très très bon vous pouvez le servir au petit déjeuner ou alors avec un repas franchement il est super voilà j'enfourne à 250 degrés toujours pendant une vingtaine de minutes إذن هنه يالفران عندي لامتين خمسين داراجة وغادي نخليها بحد عشرين تقيقات حتى تطيب مزيان يعني الفران رمشاول عندي غير ملتح bon pain prêt franchement il est super bon essaye cette recette vous allez adorer un petit déjeuner ou plus رتب رتب من داخل يعني رائع جربوا ما غادش تندمو علي وي دعش بتكم الوصفة كيف ديمن بارتاجيوها مع الأحباب والأصحاب تعبونوا على شين فعلوا الجرس وليكيوه كيف دائما على جديد لكيوه لانتقل إستعمال مزل حتي في العملك طويلة كيف قم بإشتجهات مزل العام من صورة لتنزلي كيف تنزلي للمجده لنزلي 30 النموذل التحقون رائعه وليس جربوا لديه سيفوه؟ تسخيز تحرق جديد لنبدو مكتوه؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا هنا بعد ما احدث معنا الخفز الثاني كذلك تأتي رائع 30 دقيقة في الفرن مقرم من الفوق و ارتطب من الداخل اذا اعجبتكم الوصفة لا تبخلوش علينا باللايك و بالبرتاج الى اللقاء و الى فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة